اشتركوا في القناة وكملاحظة حتى تلاميذ جدع مشترك عادة بقدر يحلوا هذا الموضوع للمراجعة اذا بلما نطول عليكم ونفوتوا للحل بشكل مباشر وما تنسوش كل عدة ضغط على زي الاشتراك ومتابعة القناة أول حاجة نبدو بها هي قراءة النص تبع معي القراءة مليح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبارة عن رسالة إلكترونية اللي نسميوها بالإنجليزية كما راكم تلاحظوا الفوق وفي الأسفل عم كتبينا إرسال رسالة إلكترونية وكذلك من العنوان الإلكتروني اللي راهم مكتوبين الفوق عدنا عنوان الأول يعني تعالشخص اللي يبعد لي هو مهدي وعدنا كذلك العنوان الإلكتروني تعالشخص اللي تلقى هذه الرسالة اللي هو دايفيد في النص مهدي قال الديفيد بأنه صاب الإسم انتعه على الانترنت وقرر أنه يبعد له رسالة بش يتعرف علي بعضياتهم وفي بقية النص مهدي كان يعرف بنفسه وبالعائلة انتاعه وبالأشياء اللي يديرهم سواء خلال أيام الأسبوع أو خلال عطلة الأسبوع لديفيد واكتب لها كذلك في الآخر باللي راي يستنى الرد انتاعه هذا هو النص بكل بساطة ننتقل الآن لحل الأسئلة انت عن النص نبدأ بأول سؤال اقرأ النص واختر الإيجابة الصحيحة في الأسئلة انت عن النص قراءت النص إجبارية لماذا؟ لأنكم إذا ما قرأتوا شالنص وفهمتهم ليح ما رايحينش تقدروا تجاوبوا وهذا اللي يأكدوه معكم ديما الأساتين انتاعكم اقرأوا النص على الأقل مرتين مرة فهموه بشكل عام ومرة ركزوه مع كل باراغراف على وش رايحكي باش تعرفوا الإيجابة انتع كل سؤال فين رايحة تكون هنا عدنا زوجتا أسئلة ونخيروا احنا الجواب من الأجوبة اللي مدوه مننا نبدأوا باللول النص هو رسالة إلكترونية دعوة طالب عمل هادو بتلاتة شفتهم خلال الوحدة الأولى والنص كي كنت نشرح لكم فيه كانوا أصلا كاتبين فيه send email وحتى الشكل انتعاره شكل رسالة إلكترونية إذن وش من خيار نخيروه؟ الخيار الأول email ننتقل للسؤال الثاني مهدي لديه أخوين اتنين ثلاث إخوة أو لا أحد كلمة siblings نقصده بها الإخوة والأخوات اللي عندنا في النص واسم كان نذاكر مهدي كان نذاكر باللي عندها أخوين اتنين وأخت واحدة two brothers and a sister إذن شال عدد الإخوة اللي عنده؟ ثلاثة so the answer is three siblings وبهذا نكون حلينا التمرين الأول لنتعنا وضمننا النقاط لنتعاه نفوتوا الآن للتمرين الثاني لها أمامنا read the text and answer with true, false, not mentioned إقرأ النص وأجب بصحيح، خطأ أو غير مذكور هنا عندنا أربعة العبارات راح نقرأهم ونشوفوا إلى عبارات صحيحة يعني رهم ذاكرين نفس الشيء اللي كان مذكور في النص إلى عبارات خاطئة يعني لهم ذاكرين حاجة عكسية للشيء اللي كان مذكور في النص وللعبارة ماشي مذكورة أصلا في النص نقرأ واللولة مهدي is a high school pupil هنا عندنا العبارة اللي أنا أستطر لكم عليها في الأسفل اللي هي high school ماذا تعني high school؟ تعني الثانوية في النص كانوا كاتبيننا مهدي is a secondary school pupil وهي لديها نفس المعنى أنت high school نقدر نقوله I'm secondary school pupil يعني أنا تلميت في الطور الثانوي or I'm a high school pupil واللي تعني كذلك أنا تلميت في الطور الثانوي وبالتالي هل هاد الجملة صحيحة خاطئة أو غير مذكورة؟ هاد الجملة صحيحة true الجملة الموالية he is the youngest in his family هو أصغر فرد في عائلته نعم هاد الجملة صحيحة وكانت مذكورة في النص so we're going to write true الجملة الثالثة he always goes out هل هاد صحيح؟ no it's false في النص كان كاتبا I rarely go out يعني اذهب إلى الخارجي نادرا so the answer here is false finally he gets good grades يتحصل على نقاط جيدة هل هاد مذكور في النص؟ لا هاد غير مذكور في النص so the answer here not mentioned غير مذكور إذا لاحظتوا قدرنا نجاوب على التطبيقين اللول والثاني ونتحصلوا على النقاط بالكامل فقط من النص؟ مجبناش حاجة من رأسنا آخر تطبيق عدنا في أسئلة النص read the text and answer the following questions اقرأ النص وآجب عني الأسئلة الموالية السؤال الأول who is the sender who is the receiver هنا عدنا كلمتين اللي هما sender and receiver كلمة sender نقصده بها الشخص المرسل receiver المرسل إليه يعني الشخص اللي بعت الرسالة والشخص اللي استقبل الرسالة who is the sender من هو المرسل مهدي so the answer is the sender is مهدي وش كونست تقبل الرسالة David so the receiver is David إذن تفكروا هات الكلمتين بزوج sender المرسل receiver المرسل إليه we can also call the receiver the recipient the recipient the recipient عندهم نفس المعنى السؤال الموالي where did مهدي see David's name ثاني شاف مهدي اسم David في الفقرة اللولى مهدي كان كاتب I saw your name on the internet رأيت اسمك على الانترنت إذن الإجابة هنا راح تكون مهدي saw David's name on the internet إذن لكم تشوفوا بلي الأجوبة نجيبهم بالكامل من النص يبقى لنا آخر سؤال what does he do on his free time ماذا يفعله في أوقات فراغه his free time نقصد بها وقت الفراغ وهو في النص كان يحكي عن نهاية الأسبوع the weekend اللي هو وقت فراغ بالنسبة لي نحن كامل هو في النص كان كاتب on weekends I sometimes join friends to play some sports وهذه هي الإجابة on the weekends he sometimes join friends to play some sports وهكذا نكون وحلينا كل الأسئلة المتعلقة بالنص reading comprehension وإذا حليتوا بنفس الطريقة راح تتحصلوا على العالم الكاميرا ننتقل الآن لجزء الموالي text exploration اكتشاف النص finding the text words that are the closest opposite opposite meaning to أوجد في النص كلمات القريبة من المعنى أو المعاكسة لي عدنا كلمتين خاصة نصيبوا المرادفة انتوحهم أو الكلمات القريبة من المعنى لهم وعدنا كلمتين نصيبوا الضد انتحهم وهنا أغلبية الأحيان الأستاذ راح يمدلكم الكلمات اللي شفتوهم خلال الوحدة اللي راح تقرأو فيها أو كلمات يكون متأكد أنكم تعرفوها نبدو بأول كلمة the web the web هذه الكلمة كنت تسمعوها راح يقصدوا بها كلمة internet internet ورها مكتوبة في النص لأنه مهدي قال لديفيد باللي صبت الاسم انتعك في الانترنات وحبيت نبعتلك باش نتعرفو على بعضياتنا the following words pals pals هذا أنا متأكد باللي أغلبية انتعكم يعرفوه واش نقصدوا بهذه الكلمة نقصدوا بها الأصدقاء وفي النص كانوا كتبين كلمة friends friends اللي كذلك تعني أصدقاء إذا شفتو هنا الإجابات هادو جبناهم من النص وحاداري للتلاميذ اللي كي يقرأ كلمة ويكون يعرف هو المراضي في انتحها أو ضد انتحها يمشي يكتبه كما يعرفه اقرأ النص وشوف إلى الكلمة اللي مذكورة فيه هي نفس هالكلمة اللي تعرفها إلا كانت نفسها معليش ولكن إلا كانت كلمة أخرى اكتب اللي تكون مكتوبة في النص وهذا خطأ يرتكبها العديد من التلاميذ كي يقرأ كلمة يمشي حط المراضي في اللي يعرفها هو بيدون العودة إلى النص ننتقل الآن للأضاد الكلمة الأولى never اللي تعني أبدا واللي هي frequency adverb وش هو الضد انتحها الضد انتحها هو كلمة always اللي تعني دائما وراها مكتوبة في النص الكلمة الأخيرة eldest eldest اللي نقصده بها الأكبر في النص نداكرين كلمة اللي تعني الأصغر اللي هي كلمة youngest في النص كنكاتبنا I am the youngest in my family أنا الأصغر في عائلتي وبهذا نكونوا حلينا أول تطبيق التطبيق الموالي reorder the following words to get coherent sentences رتب الكلمات الموالية للحصول على جمل صحيحة ومفيدة عدنا جملتين الكلمة اللي فيهم ورمش مرتبين حنا لازم نرتبوهم نبدو باللولة وش من كلمة رايحين نبدو بها تعرفوا باللي كلمة الأولى في الجملة لازم تكون مكتوبة كما نقولوا حنا يا بلا ماجيسكول capital letters وهنا عدنا كلمتين رفيهم لا ماجيسكول اللي هما Friday وبعدها they لكن Friday ما رحيش نبدو بها وإنما هي الكلمة اللي نكملوا بها لماذا؟ لأنه بعدها رحينا نقطة رحكم تلاحظوا النقطة اللي في الآخر إذا وش من كلمة نبدو بها؟ كلمة they نكتبوها بعد they واسم نديره بعد الفاعل في أغلب الأحيان يكون كائن فعل لكن هنا قبل ما نكتبو الفعل اللي هو go لازمنا نكتبو the frequency adverb اللي رعدنا في الجملة اللي هو usually لماذا كتبناها قبل الفعل؟ لأنه frequency adverbs يجيو ديما قبل الأفعال إلا إلا كان عندكم الفعل في الجملة هو the verb to be يجيو بعده وهذا درس قريناه في المراجعة ورح نحط لكم الرابط تسعى المراجعة في صندوق الوصف إذن they usually نزيدوا الآن الفعل اللي هو go لكن هذا مش فعل وحده وإنما هو go out go out هذا الفعل go out نقصدو به كي تكون خارج مثلا مع الأصدقاء انتعك أو خارج تحوس so we say go out واش تبقى لنا تبقى لنا on ونكملوا بكلمة friday واجيكم الجملة they usually go out on friday إذن شفتوا عرفنا الكلمة الأولى والكلمة الآخرة من البداية زدنا عرفنا القاعدة نتعى frequency adverbs باللي سبقوا الأفعال إلا الفعل توبي إذن كتبناه وكملنا بقية الكلمات الجملة الثانية باش رح نبدأ فهمتكم اللي تبدأوا بالكلمة اللي فيها la majuscule وهنا يعدنا كلمة واحدة اللي هي i إذن نبدأوا بيها بعد i اللي هي فاعل ونقصدو بها أنا خاصنا نزيدو الفعل هنا واش من فعل رح نزيدوه prefer هو الفعل تعالى جملة نتكتبوها كيكون عندكم في جملة the verb prefer ولا like ولا love بعدهم gding form يعني يعني يجي كين فعل في ing في الآخر واش من فعل نكتبوه هو reading إذن نكتبوه واسم نفضل نقرة نفضل نقرة novels اللي نقصدو بها الروايات إذن نكتبوها هنا تبقى عندنا كلمة before وآخر كلمة نكملو بها رهها واضحة باللي هي كلمة بعد لأنه هي الكلمة اللي رهها بعدها نقطة وجيكم الإجابة وهذا الدرس راني شرحها في الفيديو نتعلم وراجعة على القناة ورايح أكيد نزيدوا مراجعة أخرى قبل الإختبار التطبيق الموالي combine the following pairs of sentences with the connectors so as to and in order not to اربط كل زوجين من الجمل باستخدام واحدة من الروابط التالية so as to in order not to نبدو بالجملة اللولة Jenny should think carefully she doesn't want to make a bad choice هنا عدنا جملتين راح نربطهم بوحدة من هذوك الأعداتين بزوج الجملة الأولى نخليوها على جانب ننتبهوا للجملة الثانية she doesn't want to make a bad choice قالونا باللي على جاني انها تخمم بشكل جيد باش ما تقومش باختيار خاطئ هنا يا راكم تلاحظوا باللي عندنا she doesn't want to يعني الهدف انتعنا انو ما تقومش بخيار خاطئ لذلك هنا يا راح نتقدروا تستخدموا in order not to لانو عندكم هنا يا النفي she doesn't want to in order not to ولا so as not to ولا not to نستخدموهم باش نقولوا بي انو حاجة ما راناش باغينها تحدث كيما هنا يا ما خاصناش انو جاني تدير قرار خاطئ او اختيار خاطئ لذلك هنا ما تقدروا تستخدموا so as to وانما in order not to لانكم الى استخدمتو هذي كلو ل so as to باش تربطوا هذي الجملتين راح نتقولوا باللي على جاني انها تخمم جيدا باش تقوم بخيار خاطئ لكن كي تستعملوا in order not to راح نتقولوا باللي على جاني انها تخمم بشكل جيد باش ما تقومش باختيار خاطئ وهذا هو الاصح الان كيفاش تدمجوا بين هذي الجمل باستخدام هذيك الادات in order not to امر باسط الجملة اللولة تكتبوها كيما راها بيدون اي تغير بعدها تزيدوا تكتبوا in order not to اللي مدوها لكم في الخيارات بعد هذيك in order not to وش رايح نتديره هل تكتبوا الجملة الثانية كاملات لا هذيك الجوز اللي راني ديلكم الإحاطة انتعب الأحمر ما رايحنش تكتبوه لماذا؟ لأنه بعد in order not to رايحن تكتبوا من الفعل إلى آخر الجملة وفي هذيك الجملة الفعل اللي رايحن تكتبوه هو make يعني رايحن تكتبوه من make لآخر الجملة وجيكم الإجابة يعني هنا ما رايحنش تكتبوه كامل الجملة وإنما تكتبوه من الفعل إلى آخر الجملة وهذا الدرس كذلك رايحنشارحه بالتفصيل في الفيديو الخاص بالمراجعة اللي قمت به سابقا على القناة والرابط انتع هنذكركم باللي راه في صندوق الوصف الجملتين المواليتين جاني must make a good career choice she wants to succeed in her life يجب على جاني أن تقوم باختيار مهنة جيدة هي تريد النجاح في حياتها هنا يا من الواضح أن رايحن نقوم باستخدام الآدات المتبقية so as to ولكن تبعوا معي نشرح لكم شرح مبسط نقدروا نستخدموا in order to so as to و to كذلك باش نعبروا هن الهدف انتعنا مثلا هن الهدف تعجياني أنها تنجح في حياتها لذلك نقدروا نستخدموا واحدة من هاد الاداوات اللي رايحن مكتوبين في الأسفل باش نعبروا على هاد الهدف و كيفاش نديرو هنا كذلك الجملة اللولى رايحن تكتبوها كيما راه إذن نكتبوها تكتبوا بعد هالآدات اللي راهم مدينها لكم اللي هي so as to بعدها وش رايحن تكتبوا ما رايحنش تكتبوا الجزء الأول لتع الجملة اللي رايحن يدير الإحاط عليه الآن وإنما رايحن تكتبوا من الفعل إلى آخر الجملة يعني تكتبوا succeed in her life و جيكم الإجابة جاني must make a good career choice so as to succeed in her life إذن تفكروا هاد القواعد وحاولوا أنكم اتطبقوهم يلمدوا لكم مثل هاد التبرين في الفرض والاختبارات انتبعكم آخر تطبيق عدنا classify these words according to the number of syllables صنف الكلمات حسب عدد الأجزاء فهمتكم في المراجعة السابقة أن الكلمات في الإنجليزية تقسم إلى أجزاء صوتية مثلا كلمة asadun في اللغة العربية لو كان ما ننطقش a sa don كل جزء على حيضة وندمج النطق نتحهم بثلاثة ما رايحنش نقدر نتحصل على كلمة asadun نفس الشيء في اللغة الإنجليزية الكلمات تتشكل من أجزاء كي ننطق هذه الأجزاء الصوتية مع بعضهم بعض نتحصلوا على الكلمة نبدأ بالكلمة الأولى تبعوا معي القراءة أنتحها secondary secondary تبعوا معي الأجزاء كيفاش نطقتهم sa can da ri so we're going to put it in the last column four syllables الكلمة الموالية school school هل الكلمة أنتقتها في شحل من جزء هل الكلمة أنتقتها بشكل مباشر بدون أي انقطاع قلت مباشرة school school هل كلمة من جزء؟ فيها جزء واحد one syllable الكلمة اللي بعدها family family هل كلمة من جزء؟ فيها ثلاثة أجزاء وآخر كلمة teacher teacher هل كلمة من جزء؟ فيها جزءين فقط two syllables إذن تفكروا هذا الدرس بأن الكلمات في الإنجليزية تتشكل من أجزاء كين الكلمة اللي فيها جزء واحد one syllable كين الكلمة اللي فيها جزءين two syllables كين كلمة فيها ثلاثة أجزاء three syllables وكين كلمات فيهم أربعة أجزاء four syllables يبقى لنا الجزء الثاني part two written expression الوضعية الإدماجية رايح نقرأها لكم الآن تبقوا معايا nowadays most of the teenagers are using social media such as facebook and instagram these social websites have both positive and negative sites في أيامنا هذه أغلب المراهقين يستخدمون وسائل التواصل مثل facebook و instagram لهذه المواقع جانب إيجابي وجانب سلبي write short production اكتب فقرة قصيرة in which you speak about the benefits and the drawbacks of social media تتحدثوا من خلالها عن منافع أو فوائد وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفقرة اللي مدوها لكم ومدو لكم بعض المعلومات في الأسفل اللي تقدروا تستخدموهم you may use the following notes مدو لكم مجموعة عبارة عن فوائد ومجموعة أخرى عبارة عن أضرار نقرأ الفوائد benefits keep in touch with friends and relatives البقاء على الاتصال مع الأصدقاء والعائلة search easily for information البحث بشكل سهل عن المعلومات give your opinion freely يبدأ رأيك بحرية the drawbacks الأضرار addiction الادمان spread misinformation نشر معلومات الخاطئة increase stress رفع التوتر هدو بعض الفوائد والأضرار مدوه لكم باش تقدروا تكتبوا الفقرة نتعكم ولكن هنا قادر الأستاذ نتعكم يمدلكم من تومه الفوائد والأضرار وقادر ما يمدهم لكمش ويطلب منكم من تومه تكتبوا الفقرة بمعلوماتكم الخاصة أنا باستخدام هذه المعلومات تكتبت لكم فقرة جدا سهلة وبسيطة باش تقدروا تفهموها بسهولة وراني مستخدم لكم نفس المقدمة اللي رهم كاتبينها لكم في الأعلى تببوا معايا nowadays most teenagers are using social media such as facebook and instagram these social websites have both positive and negative sites نفس المقدمة اللي مدوها أنا كتبتها وفي نفس الوقت تقدروا تكتبوا المقدمة اللي تعجبكم من تومه social media is a very useful tool it has some benefits مواقع التواصل آدات هام لديها العديد من الفوائد you can keep in touch with your friends and relatives wherever they are in the world يمكنك البقاء على اتصال مع أصدقائك وعائلتك أينما كانوا في العالم you can also search easily for information يمكنك كذلك البحث بسهولة على المعلومات and give your opinion freely وإبداء رأيك بحرية إذن في هذا الجزء أذكرت الفوائد however لكن it has some drawbacks لديها بعض الأضرار it can cause addiction يمكنها أن تسبب الإدمان increase stress رفع التوتر as well as spread misinformation وكذلك نشر المعلومات الخاطئة إذن شفتوا بيستخدام المعلومات اللي مدوهم إنا أكتبت هاد الفقرة أنا شكلت فقط الجمل الكاملة لأنهما مدونا معلومات فقط وانتوا ما بيش تكتبوا الفقرانتاكم لازم تكونوا تعرفوا تشكلوا الجمل وهذا اللي يرتهن هنا آخيراً كملت ب خاتي مقصيرة in conclusion ختاما social media is a powerful tool that we must use carefully وسائل التواصل آدات قوية يجب علينا استخدامها بحاذر إذن هذه الفقرة أنتعنا واللي يعرف يكتب أحسن منها يقدر يكتب بالطبع ولكن أننا نفهمكم باللي الفقرة اللي نديرهم هي فقرة جد بسيطة بش يقدر التلاميذ اللي معنوش مستوى مليح ربما في الإنجليزية ولا التلاميذ المتوسطين يفهمهم بسهولة أما اللي يقدر يكتب وضعيات أفضل بكثير فيقدر يكتب نتمنى في الآخر أن الحلسة الموضوع كان مفهم نطلقه في فيديو مقبل بحول الله وفي مراجعة أخرى نذكركم كل عادة بالضغط على زل اشتراك ومتابعة القناة وما تنسوا اشتبار تعجبوا هذا الفيديو مع الزمالة أنتعكم باش تعمل فائدة لنجامع Thank you guys for watching and see you next time Goodbye